رغم اللي بنعيشه من محن ومصائب تزلزل الجبال إلا أنه دائما هناك بصيص من الأمل وعلشان يتحول البصيص إلى نور ساطع منير لابد جميعا أن نتغير ونخلي كل اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وأحيانا الواحد لازم ياخد ألم قوي من أبوه علشان يفوق ومهما هي لي صوت الظالم لابد من يوم يخرص وزي ما علمنا عليكم في سنة 73 هنعلم كلنا عليكم تاني ورغم أن الألم بيعتصر قلوبنا مع سكوت كل شهيد إلا أننا متأكدين أنهم يتنعمون الآن في الجنة وإحنا عارفين ومتأكدين أنكم مجموعة من الفقران الجبناء الذين لا يقدرون أبدا على المواجهة وإلى أن يأتي نصر الله لن تهنأوا أبدا وخلينا نتكلم في المهم كل واحد مننا دلوقتي عليه دور لازم يقوم به دور في المسجد ودور في البيت ودور في الشغل ودور في الشارع ودور في المدرسة ودور في المجتمع وفي كل مكان لا بد أن نرتقي جميعا من درجة الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان ولا بد أن ننصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان وعلشان ده يتحقق لازم نتعلم جيدا الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لا بد أن يكون الوقت عندنا أغلى من المال وأن نستثمره فيما يفيد وينفع ولا بد أن ننتقل من مقاعد المتفرجين المشاهدين والمتلقيين إلى مقاعد المؤثرين ومهما كان الماضي مظلم لكن المستقبل بإذن الله كل إشراق وأمل ونصر من الله اشتركوا في القناة